المشاهدين وهمزة وصل جديدة نفتح بها بابا بيننا وبينكم وموضوع حلقة اليوم الذي نطلب منكم مشاركتنا فيه مع المختصين هو كما رأيك في جهود الحكومة لرفع مستوى الخدمات الصحية ما هو رأيك في جهود الحكومة لرفع شأن الخدمات الصحية نبدأ حوارنا معكم ومع المختصين ولكن بعد الفاصل أهلا بكم مجددا الرعاية الصحية حق لكل مواطن يكفله الدستور ورعاية الصحية هي الطريق أو بداية الطريق بالأوضح لبناء المواطن أو الإنسان الحقيقي لذا بتسعي الحكومة جاهدة لتحسين الخدمات الصحية وكانت لها في الفترة الماضية مجموعة من الخطوات في هذا المدمار لتحسين الحياة الصحية وأيضا الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بشكل حقيقي هذه الخطوات يمكن أن نلخصها في مجموعة من المشروعات أو مجموعة من الخطوات والمشروعات اتخذتها الحكومة بشكل حقيقي على الأرض هنذكر منها مثلا تطوير عدد من المستشفيات الحكومية وكان منها مستشفى قصر العيني ومستشفيات القصر العيني ومستشفيات جامعة تعين شمس كان هناك أيضا مجموعة من القرارات كان أهم هذه القرارات على الإطلاق هو قرار مجانية أول 48 ساعة لمريض الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة هناك أيضا كان قرار مهم جدا بيخص قطاع عريض جدا من المرضى وهو قرار الحكومة بالطارح عقار سوفالدي من خلال وزارة الصحة لمرضى الكبد على مستوى الجمهورية وهو القرار اللي خلق حالة من التفاؤل والأمل لدى قطاع عريض من مرضى الكبد في مصر وخاصة الفئات غير القادرة منهم جاء أيضا افتتاح الرئيس سيسي للمرحلة الثالثة من أعمال تطوير المجمع الطبي العالمي للقوات المسلحة بكبري الأوبة واللي بيعد أكبر صرح طبي ومدينة متكاملة تخدم نحو مليون مواطن سنويا وذلك لأنها بتضم ثماني مستشفيات وأربعة وثلاثين غرفة عمليات نقدر نقول أن كل هذه الإجراءات تعد خطوة حقيقية نحو إصلاح مستوى الخدمات الصحية في مصر خطوة في هذا الطريق الصعب والشق ولكن كيف يرى المواطن والمتخصص عملية تحسين الخدمات الطبية في مصر وكيف يقيم جهود الحكومة لرفع مستوى الخدمات الصحية مشاهدين بنطلب منكم أن تتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل المختلفة أتليفون وأيضا شبكات التواصل الاجتماعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي هذا هو موقعنا همزة لاصل إي جي عبر فيسبوك وتويتر مستعدين لتلقي مشاركتكم وتعليقاتكم المختلفة وأيضا مستعدون لتلقي اتصالاتكم التليفونية عبر الأرقام التالية 1451 وأيضا خط آخر هو 09309451 الأرقام مرة أخرى 1451 ورقم آخر هو 09309451 نحن في انتظاركم لمشاركتنا مع المختصين في هذا الحوار حول تحسين الخدمات الصحية في مصر انتظرونا وننتظركم أيضا في المشاركة لكن عقب هذا التقهير جهود مكثفة تبدلها الحكومة المصرية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للمواطنين وتطوير المستشفيات حيث تشدد الدولة على أهمية أن يشعر المواطن بتحسن الخدمات التي تقدم إليه فعلى قدم الوساق تقوم الحكومة حاليا بعمل جولات تفقدية بعدد من المستشفيات فضلا عن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية الأخرى بالمحافظات والاستماع لشكاوى وطلبة المرضى والأطباء لتطوير تلك المنظومة الهمة في غضون ذلك أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة تابعة لوزارة الصحة والسكان الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير التي قد بدأت تنفيذها بمستشفيات ومركز الأمانة والبالغ عددها 41 مستشفى تغطي أنحاء الجمهورية تزامنا افتتح رئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثالثة من أعمال التطوير والتحديث للمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبر القبة وقام رئيس السيسي بتفقد المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها خاصة مستشفى أمراض الكل الجديد والذي يعد الأكبر في مصر والعالم العربي ومستشفى الجراحة الذي تم تطويره وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوي من جهته أعلن بدء تنفيذ خطط العمل للوقاية ورعاية والعلاج من الفيروسات الكبدية لفتا إلى أن الخطط سيتم تنفيذها تحت رعاية رئيس عبدالفتاح السيسي وأنه أكد على توفير العلاج لجميع المرضى المصريين مع ضرورة وضع خريطة علاجية ورفع الوعي المجتمعي بالمرض جديد بالذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد وقعت اتفاقية تعاون مشتركة مع وزارة التعليم العالي لإطلاق مشروع القومي للتدريب والتعليم الطبي المستمر الاتفاقية تهدف إلى تنمية المهارات والقدرات المعرفية للأطباء وأعضاء الفريق الصحي فضلا عن تفعيل دور كليات الطب في تنمية المجتمع في المجال الطبي والبحثي وإلى رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصرية أهلا بكم مجددا ترى ماذا لدينا من تعليقات ومشاركات من مشاهدين ومتابعين عبر صفحات التواصل الاجتماعي دعوني أتواصل مع زميلة أسماء حسن من غرفة متابعة لسؤالها أسماء ماذا لديتي نعم مجددا بالفعل وردت إلينا تعليقات ومشاركات كثيرة خلال موضوع حلقة اليوم أغلب هذه التعليقات حملت عدم رضا بشأن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في المستشفيات المختلفة والبعض يطالب المؤسسات المختلفة والمسؤولين بتقديم خدمة طبية مختلفة في صعيد مصر نبدأ معكم أولى هذه التعليقات مع أحلم لبكرة تقول في طي رسالتها لن أكتب آراء أو حلول قد أراها مناسبة من وكهة نظري المتوضع للمشكلات التي تعاني منها مصر قبل أن تجيب مؤسسة الرئاسة والحكومة المصرية على سؤالي أين الصعيد من القطط للثمارية والاقتصادية والصناعية والإنتاجية أين الصعيد من المشروعات الجديدة أين الصعيد من تشغيل شبابه العاطل أين الصعيد من رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر الذي أصبحنا نحتل فيه المراكز الأولى على مستوى الجمهورية هل المصريون في الصعيد يمثلون مواطنين درجة ثالثة لا يراها المسؤولون عند وضع خطتهم أيضا يشاركنا بالرأي محمود بقر يقول في طي رسالته بمناسبة الخدمات الصحية حد يزور مستشفى بني مزار العام وإنتوا تعرفوا قد إيه الخدمات فوق الخيال أيضا يعقب على سؤال حلقة اليوم إسلام حمدي ويقول الخدمات الطبية عندنا في مصر دلوقتي نسبة عالية بس نقصاها حاجة واحدة بس الاهتمام بالحالة مهما كانت درجة الحالة نفسها وفي عندنا جميع الأجهزة العلاجية أيضا يعقب على سؤال حلقة اليوم محمد العريشي ويقول أنا أرى أن الحكومة تجتهد ولكن الواقع على الأرض أن الخدمة الصحية من سيء إلى أسوأ فلا توجد خدمات نهائيا طريق بالبسطاء في المستشفيات الحكومية وأرى أن جميع القرارات التي أصدرتها الحكومة غير مفاعلة لذلك أنا أطلب من الدولة الاهتمام بصحة المواطن واتخاذ إجراءات صارمة ضد المقصرين وشكرا شكرا جزيلا لك أيضا تشاركنا بالرأي عز عبد الجليل وتقول الحكومة تبزل أقصى جهد في قطاع الصحة فهي توفر الأطباء وتوفر المستشفيات ولكن هناك قصور واضح في متابعة توفر الأدوية وحضور الأطباء لأنه نادرا ما تجد طبيب متواجد في وحدة صحية وإذا حضر يكون من أجل أخذ المرض أما الدواء فتوفره ولكن لا يكفي ولذا يجب دعم منظومة الصحة خصوصا في الكرة المصرية لأنه بدون مواطن سليم لن يكون هناك إنتاج أصلا كانت هذه المجموعة الأولى من التعليقات والمشاركة التي وردت إلينا خلال موضوع حلقة اليوم وأنوهنا كل هذه التعليقات التي قرأتها على الهواء مباشرة لا تعبر عن كل أراء المصريين وإنما هي عينة عشوائية لبعض المتابعين للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي وأيضا نتعبر عن طريق عمل برنامج همزة وصل وإنما تعبر عن رأي المشاركين ونتحول بمزيد من التحليل والتحقيب مع بعض المتخصصين مع سميلة مجد القاضي شكرا لك يا أسماء حسن هي بالفعل عينة عشوائية كما أشارت أسماء وتعليقات من مشاهدين حول موضوع الحلقة لكنها تكشف أيضا أن هناك أراء متنقدة ومتبينيانة حول طبيعة الجهود التي بتبزل في مدمار العلاج الطبي أو الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري هناك شكوى واضحة من اتجاهين اتجاه الريف المصري واتجاه الصعيد في الشعور بنقص الخدمات الطبية المقدمة لهم وأيضا نحن ننتظر مشاركتكم التليفونية التي تقدمون من خلالها وجهات نظركم في موضوع اليوم الآن اسمحوا لنا أن نستقبل اتصالات المتخصصين لنعرف أراءهم في موضوع اليوم مستوى الخدمات الصحية المقدمة حتى الآن من الدولة والجهود التي قدمتها الدولة حتى هذا الوقت في مجال الخدمات الصحية واسمحوا لنا أن نستقبل اتصالاتنا التليفونية التالية من الأستاذ محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء دكتور أشرف مكاوي عضو مجلس نقابة الصيادلة دكتور حسام الملاح كليا الطب عين شمس أهلا بكم جميعاً واسمحوا لي أن أبدأ الحوار من خلال الحديث مع الأستاذ محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء أهلا بك يا فاندو أهلا بحضر أستاذ محمود ما هو رأيك في حجم ما هو مقدم في مجال الخدمات الطبية سواء من خلال البنية التحتية وإعدادها أو سواء الاهتمام من قبل العاملين في مؤسسات الصحية المصرية كمان بشكر حضرتك يعني خلينا نتكلم مبدأ الرعاية الصحية في مصر بيعاني تلكمات طويلة السنين اللي فاتت عشان نبدأ بداية صحيحة فعلاً وعشان نوصل لفكرة أن في حق في الصحة متوافر أو متاح في المكان وفي الزمان يجب أن نقول نمرة واحد هو زيادة ميزانية في زيادة الصحة غير كده ما أقدرش أقول لحضرتك يعني الدرجة بتاعت الدعاية الصحية أنا دلوقتين ممكن نتكلم على درجة مدوسطة لكن إنه يبقى عندي ميزانية تجغل سبعة في المية إن أنا خلال عشر سنين أروح ل خلال خمس سنين أروح ل اتناشر في المية هنا أقدر أقول إنه عندي إرعاية صحية متكاملة في تقرير للمانك الدولي بيقول إن 72 في المية من إجمال ما ينفقه المصريين على الصحة ده بيجي من جيوبهم بمعنى إن المواطن بيصرف التلتين والحكومة بتصرف التل عندي بيئة فعلا موجودة عندي مشتشفيات ولكن هي خوية على عرشها في الآخر أخش المشتشفيات دي ما بتلاقيش أدوية مثلا زي أدوية التواري تلاقي الطبيب عنده مشاكل حقيقية فعلا من يمة الأجر من يمة التدريب تواقم التمريد نفس القصة نعم تفتقد لفكرة معيير الجودة داخل المشتشفات المهم إن إحنا نبدأ وأفتكر ده حصل فعلا بإكرار الدستور المصري من شهور إن بدأ فعلا نحس إن في ميزانية لوزارة الصحة يعني نقدر نبدأ فيها 3% ده حاجة كويسة كانتش متوفرة قبل كده نعم ندعو عن إن إحنا الحصة الزيدة عشان نقدر نواجه بالتغييرات العالمية اللي بتعمل عظيم إذن أستاذ محمود أنت بتشيري أن زيادة الميزانية هي أولى الخطوات اللازمة لأطلق على المنظومة الصحية أنها منظومة حقيقية وسليمة هذه أولى النقاط أستاذ محمود اسمح لي أنتقل للحديث مع دكتور أشرف ملكاوي عضو مجلس نقابة الصيادلة دكتور أشرف أهلا بك دكتور أشرف طيب سأعود مرة أخرى الدكتور أشرف بكاوي ولكن سأتجه إلى دكتور حسام الملاح من كلية طب عين شمس دكتور حسام أهلا بك يا دكتور دكتور هل الزيادة في ميزانية الموجهة لقطاع الصحة أو القطاع الصحي هي أولى الخطوات أم تجديد الرقابة لا الحقيقة أنا أتصور يعني وإحنا جزء من العالم مثلا مفصلين يعني هو طول ما فيه علاقة مدية بين الطبيب والمريض آآ بدون رقيب من الدولة في مدحسر في كل الدنيا هتظل الخدمة الصحية في مصر نشوفة ده معنى ده أبود أولا من الاهتمام بالطبيب بيادة دخله ما ينفعش النهاردة أقول للطبيب آآ خد ألف جنيه في الشهر وبعدين يهتم بالمريض وبعدين يهتم بالعلم وبعدين يزاكر وبعدين يخش دورات وبعدين هو قاعد يفكر في فيعله متعيشه اللوميا اللي هو مش لقيها فلازم اهتم بالطبيب بالنحة الالمية بالنحة اله Pine بالنحة المادية وبعد ذلك أفعل الإمشورانس أو Con head غير كل الدنيا وحقي للمواطن على الدولة أنه يعائج ويعالج علامة صحيحة وكل المستشفيات سواء كانت طايف استار أو أي المكان الاستد لكن طول من العلاقة ما فيش فيها كنتروليج ما فيش فيها دولة دكتور حسين ملاح ماذا تقصد بعملية إحكام القبضة أو السيطرة على فكرة علاقة الطبيب بالمريض ماذا تريد أن يوفر للطبيب بشكل حقيقي حتى تكون علاقته بالمريض خالية من الهدف المادي لا بد أن يوفر المريض حياة كريمة مرتب جيد جدا دورات تدريبية امتحانات دورية ما ينفعش النهاردة أقول للطبيب أنت طبيب ما حييت في هذا المكان لا ما مش حد يبيع من كده في الدنيا كلها الطبيب ده لازم يتعارج لسيين كورس يتعارج امتحانات بس أكثر لازم من الأول أن أنا أرضيه مديا أولا طبعا ديك تبدو أن هي منظومة صعبة تحقها في هذه الفترة لكن مصر فيها كويسة لكن محتاجة تتفاعل الإنسورانس ويعني باي تايم أعتقد أن نحن نصل لهذا المستوى إن شاء الله لكن إلى هذه اللحظة أعتقد أن نحن لسه نازلنا خارج كربون الرعاية الصحية إذن دكتور حسين الملاح رأيك وهو الاهتمام بالطبيب بتطويره وتقييمه وأيضا الاهتمام بأن يتم توثير له عائد مادي حقيقي كريم يوفر له حياة كريمة يصب في رأي أستاذ مصطفى عزرا في رأي أستاذ محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء الذي أشار في معرض حديثه إلى أن فكرة زيادة المتاح من الدولة أو المخصص من الدولة لفكرة ميزانية الصحة أو ميزانية الموجهة للصحة تماشيا مع الاتجاه الدولي العام في هذا المدمر اسمحوا لي أن أتوجه إلى دكتور أشرف مكاوي عضو مجلس نقابة الصيادل أهلا بك دكتور أشرف أهلا بك يا فامدن دكتور أشرف من وجهة نظرك ما هو تقييمك لجهود الحكومة في مجال تقديم الدواء خاصة أننا في هذه الفترة أمام إنجاز كبير قدمته الحكومة بالعقار الخاص بمرضاء الكبات الحقيقة أنا بشوف باستمرار نزعة حقيقية عند المسؤولين في أنهم يحولوا منظومة الدواء أو منظومة الصحة عموما إلى منظومة حقيقية أتعمل مع المختلفة بس للأسف دائما بنفتقد مرحلة الرؤية توجيه تحديد المصارف أنا معاكم الدواء الصفالدي أنا بعتبره صبق عالمي من أيام الكيابر أما لم يخترع دواء ده درد حدث عليه كخاصة في الأدوية لكن الاعتراض على مدى التوجيه ومدى الاتفاق ومدى استفارة المواطن بالسعر الغالي اللي نازل بيه الصفالدي ما أعتقدش إن إحنا نكون كده بنقدم للمواطن البسيط حاجة بالعدد البسيط اللي حيتم التعامل معاه في الفترة الأولى ما يعادل حوالي 50 ألف من أصل 12 مليون أعتقد أن أنا بدخل البلد فأعتون من السوق السوداء اللي بدوى الحديث سواء كان الهاربوني أو الصفالدي اللي هو تم اختراعه من حوالي السنة نعم الرؤية الحقيقية لأي منظومة صحية في الدنيا هو الاعتماد على إمكانياتي وأنا مش محتاج في الاسم للدولة الصحة في مصر أصلا من الوزارات المنتجة مش من الوزارات المستهلكة من الوزارات اللي تقدر تقدم دعم اقتصادي حتى للدولة لو حسن استغلال مواردة عندنا تجارس دوا في مصر تعادل بالتجارة المعروفة اللي هي مزيمة حكوميا أو اللي أنا برصدها كمؤسسة عامة تعادل حوالي 33 مليار جنيه اللي احنا ما نعرفوش عن من تهريب الأدوية أو من الاتفاقيات الخاصة من الشركات ممكن توصل لحوالي 10 مليون جنيه فأنت تكلمي في رقم أعتقد بيعادل دخل قناة السويس بحوالي 3 مرات نعم إذا الرقم ده أنا قدرت أوجهه في صناعة حقيقية تقدر تخدم المواطن المصري من خلال قطاع أعمال حقيقي بينتج دوا محتاجه المواطن أو قدرت أن أنا أدخله في منظومة مستشفيات بترقع لمستوى الآدمية مش مجرد مستوى بس عالمي يخفي أن أنا ألاقي مستشفى ترقع بالمستوى الآدمية ببناء أدم داخل يتعامل معها أقدر أغير من شكل الصحة في نصف يعني دكتور أشرف ملكوي أنت تشير على أن قطاع الدواء يمكن الاستفادة منه في تمويل قطاع الصحة بشكل حقيقي ده أي منظمة في الدنيا عاملة كده أي دولة في الدنيا ولو الصغيرة هي عاملة كده قلت نظر حضرتك ليه دولة ما اتخذتش هذه الخطوة وهي خطوة تساعد في ميزانية قطاع الصحة اللي هو بيحتاج يعني مش عايز أقول مئات الجهود ومئات الجهود المادية لدعم سيدتي ليه؟ سيدتي نحن نفتقد على مدى عصور قديمة مش بس الحكومة دي للرؤية والتخطيط أنا عندي إمكانيات في مجال معين أسخر هذه الإمكانيات لرفع مكان تاني المشكلة مش في المستشفى لو إن المستشفى موجودة والدكتور موجود والزاملة الموردة موجودة ومالقيتش دواء آمن أنا هعمل إيه للمريض؟ نعم لو أنا عندي الدكتور اللي مش بيتقابة أجري مسترم يليق بيه ويليق بمكانته العلمية اللي دخل على أعلى مجبعه في الدنيا نعم دكتور أشرف هذا ما عشرنا إليه فعليا في معرض حديثنا وأنت أضفت إلي بالفعل أن أيضا قطاع الدواء يحتاج إلى التفاتة حقيقية من الحكومة لإحكام رقابتها عليها مثلها مثل عملية الاهتمام بالتمويل المادي لقطاع الصحي مثلها مثل الاهتمام بالطبيب كجزء من هذه المنظومة اسمحوا إلي أن أتوجه إلى المواطن ومعي أستاذ مصطفى عبد المجيد من الزقزيق أهلا بيك أستاذ مصطفى أهلا بحضراتك كل سنة وأنت طيبين وحضرتك طيب أنت تعالى موضوع الحلقة وبتأكيد تتابعنا أنا أتابع الحلقة لكن أنا يعني حشرت منكم شوية كده في موضوع يخص آلافات مؤلفة من المواطنين المصريين دلوقتي تفاضل فيه إحنا أنا واحد من الناس استقلت من القوات المسلحة واحد سبعة تلاتة وتلمين يعني دخلت على أكتر من تلاتين سنة لأن قدمت استقلتي فماليش أكتر من المعاش ماليش أي منظومة تأمين صحي ولا علاج على رفقة الدولة ولا بطاعة علاجية لا لية ولا لقصيتي جالي جلطة على حسابي دخلت هنا مركزة على حسابي كل شيء على حسابي عملت أسطرة مرتين أسطرة تشخيصية ودعامات لو لا أني آخر مرة جمعية الأرمان تدخلت معايا والتحاجيب منين عندي أولادي ربيت وجوست وكلفت النهاردة أنا النهاردة داخل على 65 سنة مين يصرف علي مين يعالجني نعم نعم ما تستقنى بقى قلنا للرئيس السيسي جيه وهو راجل أساسة قط مسلحة نعم يشوف لنا حل مع وزير الصحة نعم لألاف مؤلفة من اللي زينا خارجين استقالات ما لهم شيء بطاعة علاجية أستاذ مصطفى في الحقيقة أن منظومة التأمين الصحي بأكملها بحاجة لنظرة شاملة حقيقية وبالطبع شفاك الله وعافاك أنت وأمثالك كلكم تحتاجون إلى هذا التأمين وهذا دا حقكم من هذا المجتمع وحقكم على الدولة وعلى هذا المجتمع وبالفعل منظومة التأمين الصحي تحتاج إلى وقفة حقيقية لرعاية أبناء هذا الشعب قادرين أو غير القادرين أنا هاخد من حضرتك ثانية واحدة جميع المواطنين في جمهورة مصطفى العربية حتى الطفل المولود مع الطاعة التأمين صحي نعم إحنا الوحيدين اللي معناش في طاعة التأمين صحي نعم يعني إحنا ما الناس يعرف البلد نعم إحنا مش مواطنين نعم ما يمسعش الكلام دا لازم يكون في حال لازم الرئيس السيسي يدي تعليماته نعم أنا أزلت بالأمان العامة لأخوة المسلحة بيدوني وراء إنك إنت لا لك ولا اللي أصرتك آآ عيلك في القوات المسلحة طب أنا عايزة تعالي اخصمهم من معاشي وأملهم علي وعالجوني على أصاب الدولة لكن أنا كده مواطن بلا هوية نعم رجع أن الموضوع بيوصل للمستوى أرجو أن تكون همزة واصل نافذة يطل منها صوتك وموضوعك إلى المسؤولين وأن يكون موضوع التأمين الصحي أيضا في قائمة الأولويات الخاصة بالقائمين على موضوع المنظومة الصحية اسمحوا لي أنتقل إلى اتصال تليفوني آخر مع دكتورة فايزة هندوي وهي أيضا صحفية أهلا بكي دكتورة فايزة أهلا بكي الملفات في إطار موضوع الصحة كثيرة ومتشعبة ويبدو أن فكرة إصلاح البنية التحتية وحدها بإضافة مستشفيات جديدة لا تكفي بل أن هناك يجب أن تكون خطة شاملة ما هي وجهة نظرك؟ حقيقة إحنا مشكلتنا في كل حاجة بس تحديدا في الصحة يغياب الرؤية الشاملة بمعنى أنها كلها خطة وقتية وكلها إفلاحات جزئية ما فيش خطة شاملة لتنظيم المنظومة الصحية هنا عشان كده بتنتشر الأمراض المزمنة والأمراض المستوطنة من غير حلول الأستاذ اللي كان بيتكلم من شوية كان بيتكلم عن تأمين الصحي إن هو ما عندوش تأمين صحي حقيقة إن مشكلة بالتأمين الصحي مش بس إنها مش مغطية الجميع مش مغطية جميع المواطنين كمان في مشكلة أكبر وهي إنه هي بتقدم خدمة لأساس هي ضعيفة جدا بمعنى أنه آآ الطباء اللي بيستعينوا بلهم أحيانا بيبقوا مش على الكفاءة العالية آآ الأدوية اللي بيقدموها أدوية مش مش بسء برضو يعني أنا أعرف ناس مرضة مرض السقر تحديدا لما بيخدوا وقدروا كم سنة ياخدوا أدوية آآ لعلاج السقر من التأمين الصحي قالوا عليها إنها بديلة للأدوية لتغاليات لكن للأسف بعد كده لما ابتدوا يعملوا يكشفوا ويعملوا تحليلات اكتشفوا أن الأدوية دي سهمت في بيادة نسبة الصقر في دمها وفي دمهم وزوجت المرض معرفة نعم نعم يعني حضرتك أشارتي إلى نقطة هامة شديدة الأهمية أستاذ فايزة هندوي إلى أن أيضا منظومة التأمين الصحي ليست شاملة وبها الكثير من القصور أي أنها منظومة معيبة بشكل كبير وتحتاج لإعادة نظر بشكل حقيقي أشكرك أستاذ فايزة أسمحيلي أنتقل إلى أستاذة سليمان من جمعية دواء المستقبل أستاذة سليمان أهلا بك أستاذة سليم من جمعية حواء المستقبل عزرا أستاذة سليمان ما هو رأيك الحقيقة أنه زي ما أنتم تتكلموا على المنظومة الشاملة مهم جدا أنه إحنا كمان نقول من الحاجات الخاصة للمنظومة الشاملة عندنا البشر تنمية البشر إحنا مش بس الأضاية بأنه معدات ومستشفيات وإمكانيات وإمكانت هذه الإمكانيات فقيرة وضئيلة لكن كمان مقدم الخدمة الأطباء التبريد الخدمة الدوائية كل مقدم الخدمات فدير مؤهلين وخصوصا كمان في المناطق العشوائية والمناطق الفقيرة المريض الفقير المصري له الله لأنه الخدمة الفقاعة الحكومي خدمة سقيقة جدا وبيضطر بشوية القروش القليلة اللي معاه إنه يلجأ للخدمة الصحية الموازية اللي بيقدمها المجتمع المدني اللي غير خضع بالفل للرقابة بشكل الجامعيات الأهلية اللي عندها مستوطفات أو مراكز صباية خضع للرقابة وبالتالي بتعمل أي حاجة وبتقدم أي علاج وبالتالي في النهاية هو المريض اللي فار تجاره بيروح شوية في الفتاعة الحكومي يروح شوية في الفتاعة بعد ذلك وما بيتلقاش في نهاية الخدمة اللي المفروض يتلقاها وما بيخفش بالعكس بيزداد مرض وكمان زيادة المرض مع ظروف الكفتادية المتدنية هي بتتأدل إشكالية كبيرة جدا نعم نعم إذن حيرة المريض أشرت إليها أستاذ سليمان من جمعية حواء المستقبل شكرا لك يا أستاذ سليمان يعني تلك الآراء أعتقد أنها أجازت ووضعت الكثير من النقاط في موضوع حلقة اليوم بدءا بإضافة الكثير من التمويل لمنظومة الصحية في مصر إحكام عملية الرقابة تدريب وتعليم الأطباء والاهتمام بهم كحلقة مفصلية هامة في حلقة العلاج في مصر الإشارة إلى منظومة التأمين الصحية التي تعاني من الكثير من الأشياء المعيبة منها أنها لا تطمن قطاع عريض ليس له زنب في أنها لا تشمل أو أنها لا تظلل وأخيرا أيضا قطاع الدواء الذي به الكثير من القصور وهيحتاج بإحكام الرقابة ورقابة هنا شيء أو نقطة أساسية يجب التركيز عليها ليست العملية إضافة بنية تحتية وقتها اسمحوا لنا أن نسمع أراء الجمهور في الشارع ماذا يرى الجمهور عن طبيعة الختمات المقدمة في القطاع الصحي خدمة الصحية دي إحنا مش شايفينها بصراحة يعني ولو إحنا مثلا شايفين الحكومة أنها تشتغل وهتعمل لنا حاجة إحنا مش شايفينها حاجة بصراحة إحنا معنا ناس تعبانة 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 فرد وزير الصحة يهتم بالمستشفيات يهتم بظروف المستشفيات ويرفع مستوى الأعلى للمستشفيات الفترة اللي فاتت دي طبعا الناس كلها بتعاني من الخدمة الصحية دايما متدنية وبتاع بس إحنا بنأمل يعني المسؤولين الفترة دي بتادوا يشتغلوا إن شاء الله إحنا بنأمل يعملوا حاجة كويسة يعني إحنا مستنيين منهم الأحسن لأن إنت حدرك عارفة أن الحالة الناس كلها بتعاني والمواردة كل يوم بتزيد والمستشفيات أصلا ما فيهاش سرير ما فيهاش أماكن بس يعني فإحنا مستنيين والله بالناشد من السادة المسؤولين إن هم يقدموني حاجة يعني تفيد الشعب الغلبين ده وبالذات يبصوا على الغلابة اللي هم مش لقيهم بقى تمن العلاج وعايزين الخدمة الصحية وعايزين الرعاية بالذات الصحية والتأمين الصحي ونشوف برضو حاجات على نفقة الدولة يعني فيه ناس يعني للأسف ضد الحكومة فلو ظهر حاجة زي كده ممكن يعني يظهر الرد السلبي بتاعهم ما بيقولوش إن الحكومة يعني ما بيشكروش في الحكومة بمعنى أصحة يعني ما بيقولوش إن فيه حاجات بتتموا والحكومة بتساعدها لرفع المستوى المهيشي والمستوى الصحي ومستوى التعليمي ففيه ناس ما بتتشكرش في الحاجات دي ولا بتعترف بها أساسا يعني لسه الحكومة مطلوب منها كتير لرفع المستوى الصحي للمواطن لأن المواطن يعني ده حاجة صروة بشرية موجودة كتير فلازم فيه مجهود كبيرة أقول للحكومة تبزلوا ورفع المستوى الصحي تمام؟ فلسا الغاية دلوقتي ما شوفناش حاجة يعني كانت هذه هي عينة من أراء الجمهور العشوائية في الشارع المصري عن أرائهم في طبيعة الخدمة الصحية المقدمة في مصر منه من يرى أنها جيدة نوعا ما ومنه من يرى أنها تحتاج الكثير والكثير اسمحوا لنا أن نأخذ رأي أحد ضيوفنا المشاركين وهو أحد من جمهورنا وهو باهي العبادي من سوهاج أهلا بك باهي السلام عليكم عليكم السلام أهلا بك باهي ماذا لديك عن موضوع المنظومة الصحية وماذا عن الخدمات الطبية المقدمة في سوهاج أنا أتكلم بس لأولا وأشكر البرنامج للتواصل والثاني أنا أتكلم عن مركز الباليانا اللي أنا بإنه عندنا مستشفى المركز الباليانا نعام سيء للغاية نعم فأنا يعني أتوجه الوزير الصحة أنه يسمعني ويبص شوية المركز الباليانا عندنا نحن الإصابات والمشاكل بتبقى في سعيد كثيرة أصلا باهي من فضلك حدد شكوتك أنت تشكو من سوء الخدمات المقدمة في مستشفى مركز الباليانا ما هي طبيعة المشكلات التي وجهتها هناك؟ عايزة ما فيش نعم عايزة أصلا ما فيش متقدمة عندنا الإصابات لما بتكون في الإصابات المحافظة الصحية على أطول إنما في المركز ما فيش نعم نعم على بل الحالة ما تروح مثلا المحافظة الصواج إن شاء الله يعني فاحنا عايزين أن الوزير الصحة أنه يبص على المركز نعم ويدينا شوية أجهزة يعني ساعدونا أن نحن مثلا حتى نقاهل نقاهل بس شوية من المستشفى شوية نعم وبص على مستشفى الباليانا ثانيا أنا هتكلم برضي عن مواطن من نبوس هذا صحبي يعني عامل وحدا بارح جمعية اسمها جمعيتي الحساب نعم يعني أمس كان يوزع عدوة عدوية مجانة وكان جايب زكاترة وكان جايب ممرضين يعني عمل الجمعية بارح وفتاحها واشتغل فيها من أمس أنا أتكلم من أمس في الضبط نعم يعني كان يترف كل حاجة مجاني والكشف مجاني يعني أنا بتكلم على سلبيات وبتكلم على إيجابيات نعم لكن أنا أتكلم عن مركز الباليانا طرحة المستشفى العام سيء أنا ما إذن باهي أنت شكوتك بشكل عام أم أن لديك في السوهاك في مركز الباليانا هناك قصور طبي واضح في هذا المركز مركز الباليانا وفي المستشفى العام أشكرك شكرا لك على هذه المشاركة أشكرك وأشكر إيجابياتك في التواصل وأنك تحاول أن توصل صوتك إلينا وإلى المسؤولين اسمحوا لنا أن نتلقى أيضا بعد آراءكم عبر شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة وهي تويتر وفيسبوك وأدعوكم مرة أخرى للتواصل عبر التليفونات التي أعلننا عنها في بداية الحلقة والآن اسمحوا لنا أن تقل إلى أسماء حسن ماذا لديك جديد يا أسماء؟ نعم بالفعل ما زالت تعليقات تأترد إلينا حتى هذه اللحظات والتي تعكس اهتمام المواطنين بالموضوع المطروح خلال اليوم ونبدأ معكم أولى هذه التعليقات معنا الآن إبراهيم شريف يقول الحقيقة المنظومة الصحية في مصر غائبة تماما من عقود سابقة فلم نعي يوما أن مواطنا ذهب لمستشفى ألا وطلب منه الدواء وكل شيء ثم في الآخر البقاء لله وإذا كان كلامي خطأ فليذهب وزير الصحة بنفسه لأي مستشفى حكومي في أي مدينة أو قرية فلن يجد الأطباء وإن وجد الأطباء فلن يجد مستزمات العلاج لأنه لا تتم توفيرها إلا عن طريق أهل المريض ونصيحة مني لكل مسؤول في مصر لو أردتم أن ننهض بمصر من كبوتها فلنهتم بالصحة والتعليم وأشكر أسرة البرنامج المحترم على طرحه للموضوعات الهمة شكرا جزيلا لك يشاركنا أيضا بالرأي عويضة يقول في الحقيقة نحن نرى تحرك جاد لحكومة المهندس إبراهيم محلب لمعالجة مشاكل المواطنين ولكن بالنسبة للرقابة من مؤسسة الضمير غائبة تماما بمعنى أن الخدمات الصحية في بلادنا شبه معدومة تماما مع الأسف الشديد أن هذه المهنة هي مهنة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون مهنة لكسب الأموال ومع ذلك نجد الخدمات فيها بالمقارنة مع الدول التي نعيش فيها الآن تعادل صفر على الشمال ويجب على الحكومة عمل زيارات ميدانية مفاجئة للمستشفيات لكي يروا بأنفسهم المعاناة التي تواجه المواطن في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والطبية كانت هذه المجموعة الثانية من التعليقات والمشاركات التي وردت إلينا خلال موضوع حلقة اليوم وعودة مرة أخرى إلى زميلة مجد القاضي لمزيد من التعقيب مع بعض المتخصصين شكرا لك أسماء حسن على هذه المتابعة وأسمح لنا نعود مرة أخرى من تلقي تصلاتنا التليفونية وحتى الآن معظم مشاركين أكدوا على فكرة الرقابة التمويل الحقيقي للمنظومة الصحية وأيضا فكرة الاهتمام بمنظومة الدواء والرقابة عليها بشكل حقيق أسمحوا لي أن أستقبل المزيد من الاتصالات التليفونية من الجمهور والمتخصصين وأسمحوا لي أن أبدأ مع دكتور أمين مصلح وكيل مستشفى أسيم المركزي أهلا بك دكتور أمين أهلا بك دكتور أمين هناك شكوى سواء من أصعيد أو من الريف المصري في دلتاه من أن الخدمات الصحية تتناقص بشكل كبير كلما ابتعدنا عن العاصمة ما رأيك؟ طبعا أمين أنا فائق جدا من تتكلم على كل الجمهور تقريبا الجمهور والناس اللي اتصلوا وكلهم لخصوا السورة الحقيقية والواقعية للخدمة التطبيقية أتفق بعد المشكلة بحاجة أمين أنا أحضرتك سؤال بسيط وحضرتك لو في 11 عائزة الملعب وكل واحد مهما بدل مجهود لوحده بلعب فردي هيددوا نتيجة في الآخر؟ بتأكيد طبعا لا نفس الطريقة لو جبنا أحسن عائزة في العالم بدون ما يستو الفكرة أن كل منظومة لوحدها الجمعة بتقدم خدمة رائعة الطنون الصحة بيحاول لوحده المستشفات اللي هي خطة بالهيئات زي الكهرباء وزي الطيران وغيرها بتقدم خدمة رائعة لكن كل حاجة بتعذت لوحدها المريض المصري مواطن ما يهموش كل ده يهمو ياخد خدمة المريض أنا دايما بقول حاجة أن المريض المصري دم صحته أو دمه تايع ما بين كل هذه المؤسسات الفكرة فكرة طول ما المنظومة مش موحدة مش هنوصل لخياتنا فكرة الدعم المادي اللي نزوده مهما نزودنا الميزانية في ظل هذه التبرقة في المنظومة أو عدم توحد المنظومة مش هنوصل لأن المريض اللي أتكلم حضرتك بتاع الجيش طبعا تدعم الجيش بساب تأمين الجيش المفهود اللي لما طلع بقى مواطن مصري المفهود اللي هم حطينه في المواطن يتعالج مجاني يتعالج مجاني فين باقتران هو مش عارف فين باقتران يلجأ في الآخر للعلاج الخاص اللي هو برضو طبيب مصري ومستشفى مصرية فهي الفكرة أن قبل ما فكر في تحسين المنظومة لازم أوحد المنظومة ثم تحسين يا طرى وتحسين هيكل منتشفى ولا تحسين تحسين أجهزة ولا تحسين أداء تحسين أجهزة أحيانا للحكومة لأن السياسيين للأسف بعاد قوي عن الفكر الطب الواقعي يعني هما في شعارات مثلا سألاقي السادة الوزير بقول إيه عندنا في الصحة أنا هنضبط واجهات المستشفى تفر إيه مع المريض في قرار الأسبوع ده بقول أن أنا هطلع قرار في خلال أيام النصفات خالية من التدخين دي ما تكرس مع المريض المريض محتاج خدمة موحدة أن أنا أبدأ أقعد كسياتيين كمسؤولين أن أنا إزاي أواحد خدمتي دكتور أمين أنت تتحدث بوضوح أن العملية الصحية في مصر تحتاج لخطة حقيقية شاملة إصلاحية تتضمن في مظلاتها تتضمن في مظلاتها كل شؤون التعليم عفواً كل شؤون الطب إصلاح الطبيب وإصلاح الدواء وإحكام الرقابة عليه وأيضاً تمويل حقيقي لمستشفيات وأحكام الرقابة عليها كل المناحي معنا أصح سؤال حديث تاني أخير هو حضرتك دلوقتي تعرض حضرتك مستشفات حكومة تساوي أدئة من المستشفات اللي موجودة في البلد نجد قليلاً جداً يعني إحنا مستشفات حكومية لا نتعذى ما بين 300-400 مستشفات في نفس الوقت عندك المستشفات الثانية اللي بتأدي الخدمة بيعف عضعاف إحنا في وزارة الصحة اللي بتسجلين أطباء 60 ألف من نص مليون طبيب يعمل إذن اللي بيقدموا الخدمة 60 ألف طبيب في وزارة الصحة كل الكرام عليهم مع اللي بيقدموا الخدمة الحقيقية اللي ممكن ما أقبتش السوائد الأعظم خارج وزارة الصحة خارج وزارة الصحة أنا بأتصق معاك يعني كمواطن مصري أن منظومة الصحية تحتاج لنظرة شاملة حقيقية ودكتور أمين أنا بأشكرك على وجهة النظر هذه وأسمح لي أنتقل لأحد المواطنين اللي بيشاركوا معنا وأستاذ حسن فرغالي أهلا بيك أستاذ حسن أستاذ حسن السلام عليكم السلام تفضل أنا بنقوله حاجة أن المنظومة الصحية بتاعيك بخموص والكل تكلم عن مشاكل شخصية لكن إحنا لازم ننظر لها نظرة شاملة المنظومة ده هي بتبقى فيه علاقة سابقة ما بين الحكومة والمواطن نفسه نعم إحنا عندي سوء استخدام من الحكومة للمنشآت الموجودة والتي هي أصلا تأسست في وقت كانت الصحة فيه علم يعني التأمين الصحي في فترة من فترات كان علم على كل إدارات الصحة في مصر وفجئنا أنه بدأ يفتقد القدرة بتاعته على العلاج حبة حبة والسبب أنه بدأت الرقابة ترك رفع عنه وبدأ يتحط تحت عيون ناس استفيد منه لا تضغفش إليه أستاذ حسن فاربالي من الإسكندرية بيلفت نظرنا مرة أخرى لفكرات إحكام الرقابة حول المنشآت الطبية وعمليات إدارتها ماذا لدى أستاذ أحمد محمد من شبرة من وجهة نظر تفضل أستاذ أحمد السلام عليكم عليكم بالسلام والله حضرتك بتتكلمني في موضوع مهم جدا مهم جميع قطاعات الشعب المصري وأنا يعني عائف ليه رأي ووجهة نظر كمان أنها تسجل عندكم متدول تفضل إذا الدولة أولا مش كل حاجة احنا هنحملها للدولة احنا كشعب يجب أن احنا نساهم مع الدولة بالمنظومة الصحية وأنا بكترح أن كل مواطن يطلع كل شهر 10 جنيه وده مش مبلغ رمضي يعني مبلغ رمضي 10 جنيه بقاله وثيقة صحية على مستوى السنين كلها بحيث أنه يطلع 10 جنيه كل شهر لعلاجه وأنه هو يكون موجود العلاج موجود بتاعه في جميع المجالات إنما إننا احنا نعتمد على الدولة بكل شيء ده برضك مش إيجابي إذن أستاذ أحمد محمد من شبرى يرى ضرورة أن يشارك المواطن بعيدا عن فكرة الضرائب التي يدفعها في أي مجال بمبلغ رمضي لتحسين مستوى المنظومة الصحية تعددت الأراء واختلفت وإن كانت كانت اتطفقت جمعها على فكرة واحدة وهي فكرة أن المنظومة الصحية تحتاج إلى وقفة حقيقية لتشمل جميع الأشياء وليست فقط رعاية البنية التحتية أو الإضافة إليها ربما نكون قد حاولنا أن نقدم وجهة نظر عن طبيعة الخدمات المقدمة من الدولة في مجال الخدمات الصحية وكانت هذه هي وجهة نظر المشاركين من مختلف التوجهات والاتجاهات اسمحوا لنا أن نطرح عليكم سؤال حلقة الغد وهي كيف ترى تجربة العددات الكهربائية المدفوعة مسبقا؟ السؤال برة أخرى كيف ترى تجربة العددات الكهربائية المدفوعة مسبقا؟ شكرا لكم وإلى همزة وصل جديدة